الحمل واضح ان هو مر بصروف قصية الفترة اللي فاتت والنهاية كانت نهاية مؤلمة مؤلمة شديدة القلم يعني زي ما تقولوا كده ايه جابت اخركو يعني اللي هو مفيش بعد كده قلم شديد 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 حلم من الممكن تكون فيها غدر حصل الغدر آآ حسن هو تغدر به آآ الضربة ضربة جديدة حصل الضربة جديدة آآ خلتك افقد التوازن على قل التقدير الا اذا ما كانتش يعني آآ خلتك تفقد الامل تماما يعني حاجة فضيعة حاجة شنيعة آآ لكن واضح ان الحمل صبر صبر هو انت حمول يا حمل فعلا على اسمك انت متحمل كتير جدا متحمل قلم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده او الطعمة اللي جات لك دي وممكن تكون جات من كزا جهة مش من جهة واحدة آآ لكن انت صابر ومستني حاجة مستني بقى ان شاء الله انه ربنا يعود الظلم اللي حصل ده او يرد يرفع عنك الظلم ده او يرفع عنك الابتلاء ده آآ صبرك واضح واللي بيصبر اكيد بينول اكيد ومفيش حق عند ربنا بيروح يعني ايا كان بقى اللي حصل ده الطعنة دي آآ بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا حيردلك آآ هيردلك حقك باذن الله شايف انك ده قررت تبعد عن المشاكل وتديها ظهرك آآ خلاص اللي يحصل يحصل آآ زي ما تقول كده ايه قررت تدي ظهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها وانا يعني اقايت ده جدا خلاص في حاجات معينة مشاكل معينة كده بتوصل آآ خلاص ملهاش حل هتعمل ايه اديها ظهرك ويمشي آآ واضح كمان ان عندك اعباء وعندك مسئوليات شديدة جدا وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لمكان اهدى ومكان اكثر امام او اكثر ايجابية فانت فعلا بالفعل بتعمل ده ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة جدا وشكل الحالة التقلب والمشاكل دي انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكلة هو ده هو ده اللي انت محتاج تعمله اديها ظهرك ويمشي ان شاء الله رايح لحته احسن بكتير آآ كينج اوف كابس آآ شايفه قدامي آآ 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 سوري نايت اوف كابس في مشاعر بتحصل من اما منك او او من شخص قدامك يعني انا شايفه انه في حالة ابروتش حد لا هو حد بيقرب لك بمشاعر آآ فيها حب آآ خطة بطيئة شوية ما هيش سريعة الخطة بتاعته فيها تقامل شوية انما في حد بيقرب منك ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش ممكن يكون في حد بتاعته يقرب منهم آآ زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده بيحاول يقرب منكم آآ بيحاول يساعدكم او يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب آآ للناس اللي آآ آآ اللي مرتبطة بالفعل ممكن يكون شركهم بيعمل كده بفعلا وبيحاول انه هو يهون عليهم وياخد بأيديهم آآ حاجة حلوة جدا جدا آآ شايفه فلوس بتجيلك من شخص كبير ممكن يكون آآ ورث او اب او ام بيساعدوا بيمدوا قديهم بيساعدوك فيه شخص بيمد ايد العون ليك حد اكبر آآ ممكن يكون زي ما قلنا اب او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس لان الحالة المادية عندك كمان واضح انها طلع نازلة واللي جاي رايح مش عارف تجيبها من هنا تبوز من هنا تبوز من هنا ففيه حد حيساعدك وحياخد بايدك ان شاء الله ازا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل كويس جدا آآ باذن الله ان شاء الله هتقف على رجلك انا شايفه قدامي بقوة اهو كينج اوف سوردز آآ تعالى تعالى ولد بتاع انت بتاكل على الله بتاكل على الله آآ قوة هتبتدي تقوي حمل والضربة اللي ما بتموتش بتقوي وانت مية في المية مية في المية هتقوى ما شاء الله قوي وهتبتدي تاخد قرارات مهمة وآآ او حيتبان بوادر ان الظلم ده حيترفع من عليك justice is going to be served آآ او ممكن يكون عندك حاجة قضية حاجة في القضاء حاجة في الحاجات دي ان شاء الله ربنا حينسفك فيها وهتخرج منها باذن الله منتصر لما هتحس بقوتك وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور وتبتدي تقول لا مش انا اللقع هتبتدي بقى ايه يجي لك الموتيباشن فرص هتبتدي تظهر قدامك او ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وانت هتعرف تستغلها ان شاء الله كويس جدا 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 صحيح ممكن تزود اعبائك وتزود مسئولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك انما هتعملها بطموح هتعملها بروح ايجابية بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد هنجح يعني هنجح دي طاقة نجاح ان شاء الله عندك كلها الساحر الساحر مع العصى والسيف والدرهم والكاس انت عندك كل الاساليب اللي ممكن توصلك للنجاح السيف القوة الدراهم الحلل المادية او او الشغف او الرغبة في الوصول للحلل المادية الاحسن عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي كوبات والعصى تحمل المسئولية والصعاب انت تعرف تتحمل الصعاب هتستعمل كل الادوات اللي في ايدك دي انك تحول اي حاجة قدامك للنجاح فارجوك يا حمل لو انت فعلا انا شايف كل الناس ما تقولي الاريه صح الطعن اللي انت اخدتها دي او الغدر اللي حصد او اي ان كان الالم اللي جابك ارضا ده طرحك ارضا ده انت هتتغلب عليها اذا ما كنت الشكل دي تغلب عليها فعلا اجمد اهو اجمد بصوا king of swords الشاي السيف وقاعد ملك ولا يهمني انا بتعلم من اخطاء انا بعرف ناس على حقيقتها علشان اعرف بعد كده قيم النصح فمش عايزك تقلق المتاعب او الحمول اللي عليك المسئوليات اللي عندك دي حاول انها تخففها شوية لان هي فعلا تزيادت عليك الفترة دي حاول تأجل حاجات حاول توزع مهام شوية لان عندك اعباء او ممكن تكون عقابات كتيرة شوية فحاول ان انت تطلب المساعدة بس المساعدة جاية المساعدة جاية لك من الشريك باذن الله بيمد ايده لك بالمساعدة اه معنوية اه اه حتى لو كانت ممكن تكون مادية زوج بيساعد زوجة بتساعد في حد بيمد ايده لك ان هو يساعدك تعدي ان شاء الله الازمة دي وبتعدي ان شاء الله معدي خلاص ارمي ورا ظهرك ارمي ورا ظهرك كل فترة ان شاء الله جايلك حاجات كويسة البداية الجديدة مش ظهرة قوي لكن انت انت بترسم لها انا مش واضح عندي بداية جديدة انما انت على بتاخد خطوات ان انت تروح لها اجمع دي حمل الحمد لله كويس جدا يوسف بشكرك الصعب عد خلاص الحمد لله عد خلاص الحمد لله وعديته وعديته يعني اه متمسكين وكملوا بالتماسك ده لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله يلا نشوف الحادة العطفية بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله اه تماما ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بصوا حبيبي اللي انا شايفة انتو حالتك دلوقتي ايه حمل انت في حالة حيرة جديدة محتار يعني انا مش عارف انت محتار في ايه يعني محتار مش عرف تعمل ايه انت واضح انت مش عارف تعمل ايه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اا او شايفه بمنتصر شايفه في حاجه ياما بيتغير ياما بيسافر ياما منتصر في حاجه حصلت له عنده طاقة انتصار شوية. الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية بمعنى ممكن تكونوا مش بتصرحوا بعض بحاجات اا ومش بهدف ان انتو بتخبوا لا بهدف ان انتو في حالة كتمان ان كل واحد شايل في قلبه اللي مزعله وساكت ما بيتكلمش عنه ففي حالة من الحاجه المستخبية فاهمين قصدي اا وحاجه فيها لهو ايه مفوضين امركم لله كل وما بتتكلموش او حد فيكو ما بيتكلمش زي ما تقولوا مش عايز تشايله همك يمكن تكون حسنا هو مش هيفهمك او كده فعشان كده يعني بتخبي كل حاجه شايلها جواك وساكت او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني اا شريكك بقى حالته عاملة ازاي شريكك متكتف بمعنى مش عارف يساعدك مش عارف يعملك حاجه متكتف اولا هو مش فاهم مش شايف القلم اللي انت فيه لان انت مخبيه بس هو حاسس ان يفيه حاجه بس ايه هي الحاجه هو مش عارفه مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه اا نفسه في ايه نفسه يسعدك نفسه تتلمو لو انتو لسه مرتبطوش نفسه في ان انتو ترتبطوه وتبتدو عيلة جديدة لو انتو مرتبطين قرى دي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومتربطة ويعني قريبين جدا من بعض ده اللي نفسه فيه شريكك شايفك ازاي شايف حالتك هو شايفك كشفك مظبوط انت متبهتل متبهتل قلم شديد شديد يعني فوق الوصف بس مش عارف يعمل لك حاجه زي ما انتو شايفيني واقف مش عارف يعمل لك حاجه دلوقتي في حالة صبر حالة انتظار حالة تقييم الموقف بتحاولوا تقيموا الموقف بعدين شايفة فرح ده يعني يعني الناس اللي ما ارتبطوش اللي لسه فيه يعني بياخدوا خطوات للارتباط الرسمي ممكن يكون ده اعلن خطوبة او اعلن حاجه فيه انتصار على حاجه لو كان ظلم واقع عليك بإذن الله هتحتفلوا بانتصار والناس بتبارك وانتو ما يعني زي ما تقولوا روح بترجع لكم كده حاجه بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وبعدها بإذن الله يا رب يا رب ان شاء الله يعني والله اعلم اتنام زواج بالفعل الناس اللي مستنيه حمل ان شاء الله في حمل كارتة ده جميل البداية جديدة جاية يا جماعة اهي ace of cups كلام ده في حوالي شهرين كمان مشاعر جديد هتو تتحسوها الدنيا هتلطف بقى وانا بقول ان الكارت ده يا جماعة دي ايد ربنا اهي ايد ربنا بتتندلك الامنية اللي انت عايزها او الحاجه اللي انت مستنيها ان شاء الله هتحصل في حاجه كويسه جدا جدا هتحصل لان بعد المصيبة دي المصيبة دي ان شاء الله ايد ربنا بتتند لازم ولا بد ما فيش كلام بإذن الله في حاجه كويسه نصيحتي ليكم يا حمد شريكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك ازاي لان هو مش فاهم فياريت لو تقدر تفاهمه انا عارفة ان فيه اوقات معينة الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر القلم يعني القلم ما بيزيد قوي بيبقى شديد قوي او الصدمة بتكون شديدة قوي بيقى مش قادر يتكلم ولو فرضنا ان الصدمة دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيقى مش عايز يتكلم معين بس ما بنصحكم ارجوكو حاولوا تتكلموا وتقولوا لجواكم عشان الشريك يحاول يساعد لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف وانت جواك مشاعر عايز تبا ينهاله بس انت في حاجة واجعك قوي فمش عارف تطلع على المشاعر دي يا جواك موجودة حبك موجود لشريكك يعني شريك الحمل لشريكك يحبك لكن في حاجة منعاء ان هو يتكلم ويقول المشاعر لجوا لان هو عنده قلم شديد شديد جدا تليز تكلموا حاولوا الحاجات المستخبية دي بقت خلاص الستاري ترفع وكل واحد يقول لجواه دي الاراية العطفية البرج الحمل الاراية حلوة نهايتها باذن الله يا رب ان شاء الله حاجة في منتهى الجمال فرح باذن الله جاي احتفال في حاجة حلوة جدا وزي ما قولنا اتنان زواج او خطوبة الناس اللي مرتبطين المتجاوزين ممكن يكون في حمل لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة بمعنى هنبتح صفحة جديدة باذن الله ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يحمل ان شاء الله معلش عدينا بفتره صعبة بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيعودكم خير الاراية حلوة جدا ده في حاجات حصلت بالفعل كويس قوي 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 الحمدلله زي ما قلتلكم اللي حاسس منكم اللي حاسس وقع عليه ظلم باذن الله باذن الله ان تصار قريب قوي ربنا ربنا ما بيسبش حد مظلم ان شاء الله لو بعد ميت سنة هيرد عنكم الظلم ده ويرفعوا عنكم ان شاء الله اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئلة في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله في رجوع الناس اللي بتطلقوا او على ما شارف طلقوا الحاجات اللي بتحصل دي عيلة بتتلم الناس اللي لسه متجوزوش باذن الله حيتم وجوزهم يبتدوا بعيلة جديدة ان شاء الله باذن الله ربنا يفرحكم يا رب تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصل فيها اي تغير بسم الله الرحمن الرحيم لا بصوا ما فيش حاجة هتتغير في الحالة المادية والله اعلم والله اعلم الحالة المادية ممكن تكون لسه مزنقة بس زي ما قلت لكم في مساعدات جاية معلش نساعد بعض نساعد بعضين يا جماعة نساعد بعضين ان شاء الله هتبقى الدنيا احسن نشوف هل في انفصال او لا في برج الحمل الشهر ده بسم الله الرحمن الرحيم هو لا ما فيش انفصال لكن واضح ان في طاقة من العقلانية يعني نحين المشاعر شوية وبنفكر بالعقل بس ناسين بقى الحب والهيام والحاجات تقديرك منها على جنب الحمل وهو الحمل بصراحة طبيعته كده عملي جدا بس فراء مفيش ممكن يكون في عقبات او مشاكل ترجمة نانسي قنقر